استعرضت مؤسسة الشراكة الدولية من خلال منصاتها الإعلامية الرسمية استعرضت الإنجازات التي حققها مجلس النواب خلال دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس وعلقت المؤسسة على الإحصائيات التي نشرها مجلس النواب بشأن ما تم تحقيقه خلال دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس قائلة لقد كان من دواعي السرور العمل على مشروع مع شركائنا في البرلمان البحريني هذا العام وحيث إن دورا عقادهم لهذا العام قد تم فضه فيمكنكم الاطلاع على كل ما أنجزوه في البحرين وتنفيذا لتوجيهات معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب حرص المجلس رغم الظروف الاستثنائية جراء تفشي فيروس كورونا على استمرار عقد جلساته العامة واجتماعات اللجانة النيابية إضافة إلى البرامج التدريبية والتثقيفية والتوعوية